اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة ونطالع فيها اهم تدولته الصحف العربية والمواقع اليمنية والبداية من المواقع الاخبارية موقع يمن مونتر تابع اوجه تطور الحرب على يد ميليشيا الحوثي وقوة المخلوع الصالح حيث عنوان الموقع وزير الدفاع الامريكي يتوعد الحوثيين باجراءات رادعة وقال وزير الدفاع الامريكي اشتون كارتر ان واشنطن مصممة على الدفاع عن سفنها قبلة السواحر اليمنية بعد يوم من استهداف الحوثيين لبارجة امريكية متوعدا جمعت الحوثي باجراءات رادعة لمواجهة استهداف سفنهم مرة اخرى وضف كارتر في تصريحات نقلتها صحيفة واشنطن تايمز وتابعها يمن مونتر ان واشنطن مستمرة في تصميمها بالحفاظ على حرية الملاحة في البحر الاحمر وقال كارتر الذي كان في طريقه الى ندوة نصف سنوية ندوة نصف سنوية مع قادة الدفاع من امريكا الوسطى والجنوبية نحن قادرون جدا على اتخاذ اجراءات ضد اي شخص عامل ضد سفننا الحربية في المنطقة او في اي مكان اخر في جميع انحاء العالم والى موقع المصدر اونلاين الذي تابع حصول الناشطة اليمنية توكل كرمان على جائزة جديدة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات وعنون المصدر اونلاين اليمنية توكل كرمان تحصل على جائزة الحرية لعام 2016 ووفقا للموقع فقد منح المتحف الوطني للحقوق المدنية الامريكي جائزة الحرية السنوية لعام 2016 للناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان مع اربعة من المدافعين عن حقوق الانسان في العالم وسيقيم المتحف حفلا بالمناسبة في 20 اكتوبر 2016 ويقع المتحف الوطني للحقوق المدنية في موقع لورين موتسل القديم حيث قتل زعيم الحقوق المدنية مارتين لوتر كينغ في ابريل 1968 ويتابع الموقع يعد المتحف الوحيد من نوعه في امريكا الذي يعطي لمحة شاملة عن حركة الحقوق المدنية الامريكية من 1619 وحتى الوقت الحاضر ثورة 14 اكتوبر المسار السياسي والشعبي تحت هذا العنوان كتب السياسي المعروف ياسين سعيد نعمال وقال في اجزاء من مقاله خلال العامين 1963 و 1965 كان المنهج السياسي والفكري للثورة في صيغتها الشعبية قد تبلور بوضوح وكان اهم ما تبلور هو التأكيد على مسألة مهمة وهي ان الثورة المسلحة لا يمكن ان تحقق اهدافها في التحرر الا في اطار شعبي وسياسي تواصلت هتافات الطلاب في ساحة الثانوية لمدة ساعة جذبت اليها ثلثة المدرسة تقريبا واعطى العميد لطفي جعفر امان رحمه الله يومها اوامره بسماح للطلبة بالتعبير عن رأيهم واتحركوا بعد ذلك الى خارج المدرسة ليلتحموا مع افواج الطلبة القادمين من مختلف مدارس عدن الحكومية والاهلية وكلية البنات في خور مكسر وكلية عدن واتجهوا نحو حي المعلى حيث احتشد عمال الموانئ والطيران والمعلمون وعمال البترول والمصافي وغيرهم من الفئات التي شكلت مظاهرة ضخمة لم تشهد لها المدينة مثيلة اضافة الى المظاهرات الحاشدة في نفس الوقت في كل من حضر موت وتعز وبعض مدن الجنوب وحاضرات الشمال كالحديدة ورداع بدأ انه تم التحضير لهذا الاحتشاد بعناية لتكون نقطة انطلاق قوية نحو اعلان تحول تاريخي في انتقال مركز الثقل في الثورة الى المدينة حيث تتبلور ملامح تحالفات اجتماعية عمالية طلابية نسائية رجال اعمال وتجار وقطاعات اوسع من الشعب لقد حمل ذلك الانتقال دلالة كبيرة على التحول العميق الذي شهدته الثورة يوم ذاك حيث لم يعود الكفاح المسلح الا صورة من صور الدفاع عن النفس في حين ان المسار السياسي الشعبي كان يحقق كل يوم نجاحات كبيرة على صعيد الانتقال بالثورة الى حراك سياسي وشعبي شامل يتجاوز جدران العزلة والذي كان له الدور الابرز في توليد الفرصة التاريخية لتكوين الدولة التي اعلن عنها يوم 30 وفمبر 1967 موقع الصهاريج نيوز عنوان في صفحته الرئيسية بخصوص ما خدث في مدينة تعز وعنوان الموقع الحوثيون يرتكبون مجزرة جديدة في تعز وقال الموقع قتل ستة مدنيين وجرح 19 آخرون في قصف شنت ميليشيا الحوثي على حي سكني في مدينة تعز وقالت مصادر محلية ان ميليشيا الحوثي شنت قصفا عنيفا على جولة سوفتيل من مواقعها في مطار تعز شرق المدينة ويأتي هذا القصف بالتزامن مع اخبار تدولتها وسائل الاعلام الحوثية عن مجزرة سترتكب في تعز ويرى مراقبون ان ميليشيا الحوثي اتجهت في مخطط خطير لاستهداف المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها وذلك لإلساق التهمة بالجيش والمقاومات الشعبية بعد العملية المفاجئة في البوقع يتساءل موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية ويقول هل بدأت الشرعية والتحالف معركة تحرير صعد معقل الحوثيين؟ ويقول الموقع تلح في الافق بوادر عملية عسكرية مرتقبة تنفذها القوات الشرعية بمساندة التحالف العربي في محافظة صعد معقل جماعة الحوثي لا سيما بعد ان سيطرت قوات الجيش الوطني على منفذ البقع الحدودي بالمحافظة ووصلت التقدم ذكرت مصادر للموقع بوست ان القوات الشرعية المسنودة من التحالف العربي تحضر لعملية تحرير صعد منذ اشهر بمشاركة عدد كبير ممن شردتهم ميليشيا الحوثي الانقلابية في 2013 وممن اخرجوا من المحافظة واكد محافظ محافظة صعد هالي الوائلي في تصريح خاص للموقع بوست ان القوات الشرعية فتحت جبهة قتال من جهة شرق صعد وتخديدا من مديرية كتاف والبقع في عملية مباغدة تستهدف معقل الحوثيين حالات السرقة التي تنتشر في محافظة لاحج دفعت بالاهالي الى تشكيل حراسة ليلية وفقا لموقع دان تايم والذي نقل عن سكان في مركز المحافظة قولهم بعض احياء المدينة تتعرض للسرقة من قبل مجهولين مما اضطر الاهالي الى القيام بتشكيل حراسات ليلية في حاراتهم خشية تكرار جرائم السرقة وافاد عدد من السكان عن تعرض منازل ومحلات تجارية لاعمال سرقة من قبل مجهولين في اوقات متأخرة من الليل وطلب السكان الجهات الامنية بان تتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين وممتلكاتهم من السرقة والنهب كون مدينة الحوطة عانت منذ فترة ليست بالبعيدة من غياب تام للجهات المعنية رغم مرور السنوات وتعرض مشروعه في بناء الدولة الى الاعاقة والتدمير ما زال اليمنيون يتوقون الى عهده القصير والى مرحلته التي حملت لهم الكثير من الحلم واثباثا على استمرار تطلعهم نضم مجموعة من الشباب زيارة الى ضريح الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي متحدنا كل المخاطر من زيارته في الزمن يمنع فيه التعبير عن المشاعر ويقتل فيه كل من كان مختلفا جولتنا المصورة من الوحدة ويلات والتي رافقت الزيارة نتابع الصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نذهب الى فاصل قصير ثم نعود لنطالع اهمة نقلت الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعود معكم مطالعة اهمة كتبة الصحف العربية الصادرة اليوم والبدالة من صحيفة العرب الجديد والتي تابعت جانبا من نتائج الحرب وعلقت اليمن الحرب تبنع الطلاب من ارتداء زي المدرسي وتصف الصحيفة حالة الطلاب في مدارسهم يقف طلاب المدارس اليمني في طابور الصباح بثياب مختلفة مختلفة الالوان والاشكال لأول مرة منذ سنوات في كثير من المدارس نظرا لتأثير تداعيات الحرب الحالية على قدرة كثير من اولياء الامور على توفير الزي المدرسي لابنائهم كما جرت العادة كل عام وتروي العرب الجديد قصة احد اولياء الامور وقالت انه لم يستطع شراء الزي المدرسي لابنائه الثلاثة ليكتفي احدهم لاستخدام زيه المدرسي القديم والمهتر فيما ظل الاخران يرتديان بملابسها او يرتادان المدرسة بملابسهما العادية ويقول لم تمر علي في حياة ظروف كهذه التي نعيشها كنت في السابق اوفر كل متطلبات العام الدراسي لابنائي قبل بدء العام الدراسي باسابيع لكن العام الدراسي بدأ وبالكاد استطعت شراء بعض الكراسات قال محافظ الحديدة عبدالله بلغيث لصحيفة الشرق الاوسط ان اكثر من ثلاثة ملايين شخص في الحديدة معرضون لمجاعة شديدة على المدى القصير بسبب شح المواد الغذائية الاساسية وسيطرة الانقلابيين على قوت المجتمع وقال المحافظ ان ما يزيد عن ستة الاف من ميليشيا الحسي وحليفهم المخلوع الصالح مزودين باسلحة متوسطة وخفيفة ينتشرون في المدينة ويقومون باعمال اجرامية واعتقالات وتعذيب وعن الملف المتداول حاليا على نطاق واسع قال المحافظ ان الحسيون منذ دخلوا المدينة قبل عامين يقومون بعمليات اعتقال للمواطنين ثم يطالبون ذويهم بدفع مبالغ مالية لاخراجهم وان رفض الاهل لعدم وجود هذه المبالغ الكبيرة يعمد الحسيون الى تعذيبهم حتى الموت والى صحيفة الاتحاد الاماراتية والتي عنوانت مساعي حكومي لاعادة انتاج النفط في حضر موت تنقض الصحيفة عن الحكومة اليمنية تأكيد سعيها لاعادة تصديره في ظل الخسائر المتواصلة التي يتكبدها هذا القطاع عقب ايقاف جميع الشركات النفطية الاجنبية عملياتها النفطية ومغادرة البلاد عقب سيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعا واكد رئيس الحكومة احمد عبيد بن ضغر عزم بلاده على اعادة انتاج النفط في محفظة حضر موت وتخصيص قرابة ثلاثة ملايين دولار من اجل هذه الخطوة ويعد قطاع المسيلة في حضر موت اكبر القطاعات النفطية في اليمن حيث يبلغ عدد حقول هذا القطاع حوالي ثلاثة عشر حقلا فيما يبلغ عدد الابار المنتجة ستة وسبعين بئرا والتي تصل بعضها مباشرة عبر انابيب الى ميناء الضبى النفطية في شرق المكلة لتصديره الكتابة الثقافية تحت هذا العنوان كتب سعيد يقطين مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي وقرى الكاتب عندما تساءلت ما جد الكتابة كنت ارى مدينة حلب الحضارة تحترق والعالم يتفرج غير ابه ولا مكترث ولم يكن المراد من الكتابة سوى التعبير عن انهيار القيم على المستوى العالمي حتى ان الكتابة صارت موجهة لخدمة النعرات والاهواء والنزعات كنت ارى العالم يتفاوض على الهدنة وكأن كل ما يعنيه ان تتوقف الحرب لحظة لمد المعونة ولأسباب انسانية لتعاود من جديد تدمير ما بقي من البلاد والعباد ولقد اثارت مقالة حلب الكحلاء تجاوبا كبيرا من لدن القراء كما انها ولدت استياء لدى البعض القليل جدا منهم طالبت في الكتابة ان تكون نسقية وبعضها احتج بهذا التعبير ليؤكد انني لست نسقيا في معالجة هذا الموضوع اعرف ان تنوع المنطلقات والحساسيات مبرر للاختلاف لا جدوى من الكتاب اذا لم تكن ضد الحرب الخرقاء التي لا يهمها سوى الدمار ومغزى هذه الحرب ليس الارهاب انه يتلخص في كلمة واحدة بقاء الرئيس ويمكن لهذه الحرب ان تنتهي اذا لم يبقى السؤال مطروحا حول مصيره هذا هو الجوهر الذي ادينه من خلال مواقف في كتابات الثقافية ضد الكتابات التي تقوم على الاهواء والنزعات والعصبيات وما يجري في اليمن هو نفسه حول الرئيس المخلوع وقد وجد له حليفا جديدا لا يختلف عن القاعدة كل هذه الحروب ليست ضد الارهاب انها ضد الشعب العربي الذي يريد الحرية هذا ما لا يريد ان يفهمه الكثيرون من الكتبة الذين يروجون الضلالات والاوهام صحيفة الخليج عنونت في احدى صفحاتها ستة الاف يمني فقدوا اطرافهم في الحرب نقلت الخليج عن اللجنة الدولية قولها ان اكثر من ستة الاف يمني فقدوا اطرافهم بسبب الصراع الذي بادأ في البلاد منذ اكثر من عام ونصف واضحت اللجنة في تدوينة على حساب مكتبها باليمن على تويتر ان اكثر من ستة الاف من اليمنيين فقدوا اطرافهم وباتوا معاقنة منذ بدء صراع في البلاد وقالت ان حيات هؤلاء لن تكون كما كانت في السابق بعد فقدانهم اطرافهم وعن اخر تسريب للمخلوع الصالح الذي بثته قناة الجزيرة قالت صحيفة عقاض السعودية وقال المخلوع في الحديث الذي جرى بينه وبين كهلان او شوارب الذراع اليمنى للمخلوع ابلغ الجايفي ان لا يلعب بذيله بالاشارة الى تحذير اللواء الجايفي وايصال رسالة تهديد له ويضيف المخلوع في حديثه مع كهلان ابلغ الجايفي اننا سنحرقه ولو كان في بطن امه ورد عليه كهلان يبدو ان الجايفي خارج صنعاء وتوجه الى همدان وسرعان ما قطعه المخلوع قائلا توجه الى ريمة حميد ويواصل المخلوع الحديث مقاطعا كهلان ابلغه يحترم نفسه ويبقى داعما لنا وإلا يذكر ان الجايفي كان احد ضحايا في جار صلاة العزاء في صنعاء وتم تشييع جنازته امس بعد اختفاء او اخفاء الانقلابيين جثته لأكثر من 24 ساعة ومن اكثر الاخبار قراءة في صحيفة القدس العربي صيني في السبعين من عمره يتزوج معمرة عمرها 117 سنة مسن يبلغ عمره 71 عاما في محافظة باتشو باتشو يتزوج مؤخرا بمرأة بلغ عمرها 117 عاما والامر المثير للغرابة ان زواجه تم عن قصة حب وفق وصفه قالت صحيفة الشعب الصينية ان العرسيني تعرفا على بعضهما في دار رعاية المسنين وتحققت رغبة الرجل بعد التودد الى حبيبته لمدة سنة كاملة اخيرا ذهب الاثنان الى ادارة الشؤون المدنية المحلية للحصول على شهادة الزواج واقم مؤخرا حفل الزفاف في دار رعاية المسنين وقال الرجل المسن انه يحبها واعجب بمهارتها في الطبخ كما يعتقد انها طيبة القلب وكانت زوجته قد رفضته عدة مرات ويوم الزفاف بدأ العروسان مبتهجين وسعيدين بحياتهما الجديدة حسب ما نشرت الصحيفة الصينية مبارك كلهما غسان شربل كتب مقالا عن الحدود التي انهارت بين الدول وعن التداخلات المتبادلة والتي تزيد من اشعال الحرائق وقال غسان في مقاله المنشور في صحيفة الحياة شهد الشرق الاوسط بعد اندلاع الازمة السورية اوسع عملية الاسقاط الحدود وفي غياب كامل لصمامات الامان اسقطت الحدود التركية السورية حين تدفق المسلحون بذريعة اسقاط النظام السوري اسقطت الحدود ايضا حين تدافقت الميليشيات المؤيدة لايران بذريعة انقاذ النظام السوري اسقطت الحدود على يد ايران وأسقطت على يد داعش أسقطت الحدود في اليمن وحوله حين استولى الحوثيون على صنعاء ومعها ترسانة صاروخية تقلق الجول المجاورة وبعد مباهات جنرالات إيرانيين بفتوحات تشمل أربع عواصم عربية بينها صنعاء لم يكن أمام السعودية غير أن تخاطب صاحب القرار الإيراني بمنطق اعرف حدودك وكانت الحرب أسقطت الدخل العسكري الروسي في سوريا التوازن الذي كان قائما بين الدول الكبرى على ملعب الإقليم ذهب بوتين بعيدا حين راح يعمق عملية كسر التوازن ذهب أبعد حين صب غضب قاذفته على أحياء حلب المحاصرة توج هجومه بالفيتو الخامس في مجلس الأمن شعر قادة الغرب بأن القيصر خدعهم ويستغلوا فترة الانتخابات الأمريكية لتحقيق انتصار حاسم على أن يترك لهم لاحقا مهمات توزيع البطانيات والمساعدات الغذائية والجلوس في مقاعد الدول المانحة بعد دفعهم قصرا إلى مقاعد الدول الخاسرة كشفت مناقشات مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن مخاوف الدول الغربية من اندفاعة القيصر يشعر الأوروبيون بقلق مضاعف على قاراتهم القديمة خصوصا في ظل الميول الانسحابية والانعزالية لدى أمريكا والتي تبدو أبعد من أن تختصر بأسلوب باراك أوباما تتبلور حاليا في الغرب رغبة في إفاد رسالة إلى بوتين مفادها اعرف حدودك بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختم حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمل الله ونتابعوا مع المجموعة من رسوم الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة